بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اختلفت الآراء وتضاربت الأقوال حول الحكمة وسبب وجود وانتشار مرض كورونا الجواب بكل وضوح واختصار عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء وأن الله جعله رحمة للمؤمنين ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابراً محتسباً يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد رواه البخاري إذن الوباء هو عذاب من الله عز وجل تنزل على الناس بسبب كثرة الفساد وإن أصاب المؤمن فهو رفعة درجات فإن كان في بلده صابراً راضياً مستسلماً لقضاء الله وقدره هذا المؤمن إذا مات له أجر شهيد الله أكبر وما أعظم هذا الأجر وما أشرف هذا الأجر وما أعز هذا الأجر يا أخوة يا أخوات قبل عدة أشهر كنت أتحدث مع أصدقائي فأقول لهم يا أخوة أشعر أن هناك شيء قادم في الأفق وأقرب ما يكون عذاب من الله عز وجل هكذا شعور وسبحان الله الجميع كان يوافقني الرأي يقول والله ونحن كذلك نشعر أن هناك شيء قادم طبعاً هذا الشعور لم يأتي هكذا هبثاً يعني لا إنما عندما نرى الفساد في الأرض كيف هو منتشر وكيف هي الجرأة على الله وكيف وصلت الفاحشة والرجس والشرك والإلحاد والكفر والظلم والرشوة والفسق والفجور إلى هذا الحد وهذه الدرجة المؤمن يخاف المؤمن يشعر والذي يقرأ كتاب الله يعلم علم اليقين أن سنة الله عز وجل في الذين يفسدون في الأرض أن يتنزل عليهم العذاب والله عز وجل حليم ورحيم وغفور ويمهل يعطي الأيام يعطي السنين ويعطي الفرص ويعطي الإشارات حتى يعود الناس إليه مرة أخرى ولكن إذا غضب الملك جل جلاله فإن غضبه أليم شديد ينزل العذاب على أهل الأرض في أوروبا عندما انتشر الفساد واغتروا بصناعاتهم وآلاتهم أرسل الله عليهم الحرب العالمية الأولى فدمرهم تدميرا عندما ترى المشاهد في الوثائقيات والصور كيف أن القرى مدمرة لم يتبقى منها إلا جدران محطمة لا يمكن للمؤمن إلا أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويتذكر هذه الآية وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا هذه الآية فدمرناها تدميرا تتجلى واضحة في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية سحقت المدن دمرت المدن يقول أحدهم في الحرب كنا نحسد الذي يموت نحسده على موته أنه ارتاح من العذاب تخيلوا الحرب العالمية الأولى أكثر من عشرين مليون قتيل ومع الجرحة خمسة وثلاثين مليون الحرب العالمية الثانية الإحصاءات تتكلم من ستين إلى خمسة وسبعين مليون يخربون بيوتهم بأيديهم يأتي العذاب بغتة يأتي البلاء بغتة وهم يلعبون وهم لا يشعرون فايروس كورونا هذا الفايروس الضعيف الذي لا يرى بالعين مجرده جند من جنود الله أرسله الله عز وجل للبشرية حتى يعرفوا حجمهم الفايروس الآن انتشر في جميع بلاد العالم أين علماؤهم المتكبرون؟ أين فلاسفتهم الملحدون؟ إنهم كالجرذان صاغرون يهربون من هذا المرض ولا يأمنون أنفسهم ما يضمن نفسه بهذا المرض لا صغير ولا كبير لا عالم ولا جاهل الكل يترقب هذا الجندي الخفي الذي يقبض الله به الأرواح ويعذب به سبحانه وتعالى من يشاء أين صناعاتهم؟ أين التكنولوجيا؟ أين الطيارات والسيارات والإنترنت؟ لا شيء وقف العالم الآن صاغرا ذليلا أمام علم الملك الأعظم جبار السماوات والأرض درس صغير حز العالم كله يوميا خسائر بالمليارات هل تعلم يا أخي يا أختي؟ ما هو علمنا البشرية كلها؟ ما هو علمها بالنسبة لعلم الله؟ اسمعوا إلى هذا الحديث الذي رواه البخاري عن قصة موسى والخضر أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يروي قصة الخضر وموسى قال فركب السفينة ووقع عصفور على حرف السفينة فغمس من قاره في البحر فقال الخضر لموسى ما علمك وعلمي وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور من قاره رواه البخاري يعني كل هذه الإختراعات وهذه التطورات والتكنولوجيا والعلم البشري وهذا الغرور والإنترنت والاتصالات تخيلوا يا أخوة نحن نسبح في قطرة قطرة أمام بحر الله العظيم وعلم الله المجيد انظروا الفرق شيء مقاييس مختلفة تماما شيء لا تدركه العقول أكبر من تصوراتنا مسكين الإنسان ضعيف فيروس هدمه وحطمه تخيل لو كان هذا الفيروس لو تطور هذا الفيروس وأصبح يقتل خمسين بالمئة أو سبعين بالمئة ما موقفك ما موقفيا تخيل لو أن الله عقبنا بحرب عالمية ثالثة هل نحن على استعداد الموت هل عندنا رصيد من الأعمال الصالحة لنستقبل هذا الانتقال وهذه الرحلة الكبيرة إلى العالم الآخر لماذا ننتظر إلى آخر لحظة لماذا ننتظر إلى أن يأتينا الموت بغته لماذا لماذا لا أتعرف على الله في الرخاء وأنا مرتاح يا أخي صلتي بالله قوية وجميلة وسباق إلى الخيرات بين وبين الله خلوة ومناجاة أتصدق وأعطي وأعطف على المسكين والمحتاج أعامل الناس بأخلاق أبتسم لهم أسلم عليهم أكون طيب لا آكل الحرام لا آخذ الرشوة لا أعاكس البنات لماذا لا أكون إنسان مع الله نظيف طاهر جميل تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع الله حياتك مع الله إذا أتاك الموت وأنت بهذه الصفات هل تخاف؟ من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه أهل المساجد أهل الصفوف الأول طول عمرهم بين يدي الله في المساجد تتوقعون هؤلاء الناس يخافون من الموت يخافون من الموت وحياته مع الله هل أنا مؤدي صلواتي؟ هل أنا من الذاكرين الله كثيرا؟ هل فعلا الله هو الأول في حياتي؟ هل لساني عفيف ونظيف وتقي وطيب وطاهر؟ هل أحب الله ورسوله وأهل الصلاح وأهل الدين؟ هل نصرت دين الله؟ دعوت إلى الله؟ هل حملت الأمانة وأديت الرسالة؟ هذه الكورونا إذا لم نستفد منها ونعود إلى الله ونتضرع إليه ونلجأ إليه ونعدل مرة أخرى من صلتنا به فنحن الخاسرون ولم نتعلم من هذا الدرس والله أعلم ما هي الضربة القادمة وما هو العذاب القادم الذي سيصيب البشرية فاللبيب والذكي هو الذي يشتري الحياة الباقية الأبدية الخلود الأبدي النعيم الأعظم ولا يضحي بمستقبله أكبر خسار أن تتعلق في مكان ستموت فيه ستنقطع عن كل أملاكك وكل ما تملك في الدنيا ستنقطع عن كل محبوباتك ستموت إنك ميت وإنهم ميتون قال سبحانه وتعالى منادياً البشرية جمعاء في سورة الأعراف أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحاً وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينجينا من هذا البلاء وأن يحفظنا وأهلنا وأحبابنا أجمعين نسأله جل وعلا أن يرفع هذا البلاء عن بلاد المسلمين اللهم أني ظلمت نفسي ظلم كثيراً وإن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر